ما زلنا في رياض الصديق الأنيقة طفحت بألوان الحياة ثمارها فمذاقها متعدد الأنواع ذكرى وموعظة أسوقهما إلى قومي فهل للقوم سمع واعي بالله يا عباد الله ما ظنكم بمن رجح إيمانه بإيمان الأمة كيف تكون عبادته وشمائله إن أسلوبه في الحياة لا يدع فرصة يرى له فيها زيادة أجر إلا اهتب لها موقنا أن ما يمكن القيام به اليوم قد يتعذر غدا أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنهما مضمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما ثم التفت إلى أصحابه وقال من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازح قال أبو بكر أنا قال فمن أطعم اليوم مسكين قال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا لا يوجد في جمع الصحابة في ذلك اليوم من توافرت لديه هذه الأعمال في باكورة يومه سوى أبي بكر فكيف ببقية يومه فكيف بليله فكيف بحياته وهنا توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومن كان مثله بقوله ما اجتمعنا في مرئ إلا دخل الجنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر